السلام عليكم ورحبا بكم في قناة التربويات مع الأستاذ محمد البخاري الفيديو اليوم عنوانه تواريخ ومواقية امتحانات الثالثة اعدادي والسادس ابتداء هام جدا اوه ما تقول ليه كيه الامتحان بنسبة للناس ديال التسعة والسادس يكي الوزارة قال تراد تلغاو كيف اشهد شي واش بغوا يحمقونا كيف اشهد تواريخ ومواقية امتحانات يقالوا تلغاو كيف اشهد القضية هذه بقوا معايا باش نعرفو كل شي على هذه المسألة هل فعلا تلاميذ الثالثة اعدادي والسادس ابتدائي سيجتازون الامتحان واش بالصح الثالثة اعدادي والسادس ابتدائي غدد امتحان الجواب هو لا لماذا جواب هو اعدل لكين في البلغ ديالوزارة بالنسبة لباقي الاسلاك فلن يخضع التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بهذه المستويات لامتحانات اخر السنة مثلا مستوى السادس ابتدائي وامتحان السنة ثالثة اعداد يعني تقرر الغار لكن تم إلغاء الامتحانات بالنسبة للمترشحين المتمدرسين لكن الامتحان لا زال قائما بالنسبة للمترشحين الأحر اذا هذا الامتحان ديال التسعة وديال السادس تلغى بالنسبة للمترشحين المتمدرسين شنو المعنى بالمترشحين المتمدرسين هما تلاميذ اللي يقرروا في المدارس تلاميذ العاديين المتمدرسين هادو امتحانات تلغو لهم غادي يحسبو لهم فقط امتحان المحلي و المراقبة المستمرة في الناجح بالنسبة للمترشيح الاحرار كما كنعرفو كما البكالوريا الحرة حتى في السادس كين مترشيحين احرار وحتى في التسعة كين مترشيحين احرار اذا بالنسبة لهذا النسادو راه الامتحان لا زال قائما يعني غادي دوزو امتحان ما غايت تعتبروش ناجحين بنائنا لاشي حاجة غايت تعتبروش ناجحين فقط باجتياز الامتحانات الاشهادية لان هذا النسادو مترشيح الاحرار باقين غادي دوزو الامتحان اهي الكالوندرية ديال الامتحان اذا هنا مواقع امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية اهي دروس الابتدائية نهار عاش نهار 25 شتنبر و 26 شتنبر نهار 25 شتنبر و 25 شهر تشعود وهنا 26 شهر تشعود دائما بالنسبة للمترسفون الاحرام هنا مواقع امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية نهار 25 شهر تشعود 26 شهر تشعود 28 شهر تشعود اذا بالنسبة للناس ديال الاعدادي عندهم ثلثيام بالنسبة للسادس عندهم فقط يومين هنا نسبة للأعدادي ثلثيام خمسة وعشرين شتنبر 25 شهر تشعود 26 شهر تشعود و 28 شهر تشعود تلسية هم اذا هذه بالنسبة للسادس والتسعة ديال دراسة العمومية العادية اذا هدو هما مواقع وتواريخ امتحانات نيل شهادة دروس ابتدائية وكذلك السلك الاعدادي نتعرف الان على انتحانات ثالثة اعدادي والسادسة ابتدائية الخاصة بتلاميذ وتلميذات التعليم الاصيل الناس اللي دارين التعليم الاصيل هم التعليم الاصيل كذلك كنت تكلموه على المترشيحين الاحرار ما كنت تكلموش على المترشيحين المتمدلسي دائما كنت تكلموه على المترشيحين الاحرار هما عندهم امتحان بنفس التوزيع ديال المترشيحين الهاديين إذن عندهم 25 شوتنبر 26 شوتنبر بالنسبة الابتدائي و 25 26 28 بالنسبة للتعليم الأصير إذن هاتش اللي كاين بالنسبة للمترشيح المتمدرسين يالتالتا إعدادي والستادس واتدائي بلا ما تخافوا رأى أنتم ما غادي تنجحوا بناء على المراقبة المستمرة والمتحال المحلي دي الدورة الأولى بلا ما تخاف رأى ما كاين الامتحان لأواله في آخر السنة شكرا لكم على المتابعة كان معكم الأستاذ محمد المخاري كنتمنى أنكم دعموا القناة بالشراك وضغط على زر الجرس إن أعجبكم محتوى القناة كنتمنى أنكم تكونوا دائما بخير كنتمنى لكم كل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته